اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة راق ذا نوس حبابك والله أخوانا محمد حمد الياس حبابك رندرندوش حبابك قالت نفسي أول تعليق هنا أسبق بالتالبدري 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 من أوائل الحاضرين اعتزاد عبدالقادر حبابك والله أحمد حسن سماح حبابك أخوانا هاشم حبابك والله أخوانا فشام واد عمر حبابك مبارك أخوانا عماد أخوانا فهد بالتالبدري حبابك حبابك طبعا غيرنا زمن حبابك سابت زمن هذا هذا الوقت المناسب سيكون سابت وفي التقبيد بالضبط موقف وموقف مختصر لو لقى فرصة إن شاء الله إن شاء الله سيكتهد ويسعى بقدر الإمكان أنه يعمل لايف أو موقف عمليات مختصر بالنسبة للناس الذين لديهم يحضروا لايف كامل أو بعانوا من الشبكة وكذا وخطنا هدى هدى عبده حبابك مرفض عبده مزعب يوسف خطنا منا منا مهدي حبابك والله أخونا الطاهر أخونا أخونا أشرف حبابك ودريا أبو عمر أقول لكم يا أخوان نتذكرناه ولمذكرناه طيب الناس هدى هدى تشير هما حاجة أخوان نركزون على الشير 1500 نفر لذلك 1200 شير على السريع فلنفترض أنه الـ 300 ما تبعنا تبع الجنجة احتمال هذه احتمالية يعني ودسر قال توقيت مناسب فعلا توقيت مناسب أخونا الزبير أحمد حبابك والله سلوى بيتباشري حبابك يا ركزة تسلم أخونا خالب أخونا الفاتح حبابك تسلم يا أبو صلاح تسلم يا قائل تسلم يا حسين عبدين تسلم والله تسلم يا أخونا الزين آدم أبو الحاج التاج الطيب الطيب تسلم يا قديم أخونا زاهر تسلم والله أخونا أيمن تسلم هل أنه يصبح أكونا ألف ومئتين شر على السرعة كذلك لنبدأ نتقل في التفاصيل مجد جعلي لسلم يا قائل ويحفظك خطنة منا حبابك قال لهم طبعا الميديا مليانة قالوا ياخد ضابط انشقه من القوات المسلحة وعمله تمثيله كده هزيله يعني والله شافع سبحان الله ما كتان قبلك انشقه له كامل كوكو ما انشقه الاستخدارات ما انشقه وعندك العقيدة المليح ما انشقه وفي ملازم بردو كان انشقه وحتى كان في واحد كده رائد بردو انشقه بتاع 4 و 50 دا بتاع 4 و 50 دا ما انشقه لكن هل يعني يعملوا عملية زيدي شافعيتها تسلم يا ناهد ناهد وضاحة بين نورك يا غالي يعني اسكداس وقال شفت فيزيولة هابل وعمل نفس القصة انت عملت تلك الموضوع ما محتاجة كلام قدر دا يا خي انت اوفر اوفر كده بطريقة عيبة خلاص ماذا اقول يا معلم يخد حركات مثل الشفع يبلغ علامات ويبالغ في موية وشربتم ها شربتكم كم جرسوما انت ها شربتكم كم جرسوما كده سؤال وبالغم في موية وقالوا لي وقالوا لي واربعين دقيقة يا اخ معروف يا اخ الفيديو بتاع الشقاق هذا ما بياخد يعني اكثر من خمسة دقائق خمسة دقائق تكون كترت كلامك يا علوي ذاك ما اشوفت الفريق علوي مشكودي علوي ذاك ذاك ما بتاع السخبارات ذاك التاسطية جمه قال كلامك ذاو لكتر كلامك ذا معلوماتية ساكنة انت اصل ملمة بيو ما بيو وقال كلامه لحد الان تاني لا اثر ولا الى مزولة التاريخ فما بالك انت كويس وبعدين انا هنهز كده بعد الناس زاد شهير والامور تزبط هنجي نتكلم عن تفاصيلك وبرجبته لنفسك والله كانت تخلي الطابق مستور يا عثمان بيلو الله كانت تخلي الطابق مستور لانا قلت وقعت مع وضل مصطفى وانا كنا نتكلم مع دبعتك تفاصيل كلها معلوم معانا يعني ده غير اننا نعرفين الفيا جاهدت تسوق الناس بالخلق شربت الى 500 او 700 جرسوه مساحب العوانطة كانت تخلي الطابق مستوري ازلدت الشهر لكن الله وقعت في شر اعمالك حلتك يهيم وسبك حلتك يهيم وسبك حلتك يهيم وسبك والحاجة مية وعشرة يعني إنت مية وعشرة فرحة فرحة قالت تردلين عشان لا نزعل نردلك طوالي اخدنا فرحة لا يوجد المشكلة ، الله لا يجب الزعل ، الله لا يجب الزعل ، الناس الجديدة فهنا قلنا 1200 شير على السريع كده ، يظل موجود في البصد ، الشير يحمل بس ، شير لايك ملسقات ، سوف يتجازف ، وعرفين سياسة الفيس وكده ، طيب يا بلو بلو ، انت اللايك ، قلت لك ، تقسم معنا ذاكسة ، وبراك جبتها لنفسك ، سهل جدا ، نجل تفاصيل ، ايو زول ، انت ذاتك يا أخي ، عملتها مسيخة مرة واحد ، عملتها مسيخة مرة واحد ، عمك حمدان ذاك ، حمدان دبعة الفرقة ، آخر طابط كان للجنجة يجابوا عمل التمثيلية يجابوا لك ناس الحدث ، وجابوا ناس الجزيرة ، عمك لم ينشف تقلاز عيونه و أقعاته أزوله و كتافين و ذاته و قطسا ، قال لك ، قال أنا وامنت بالقضية ، وجدنا أن المؤسسة العسكرية ، مع أنه عمك هذا زمان ، كان عيونه مأمورية ، و صيج خل زملانه ، فاتوا ، أكلوا ناره ، و هو صيج ، و عملوا له و يقاف فصله ، و نجي زمان عمك حمدان دب ، جعمل مسرحية ، كويس ، جعمل مسرحية ، و قالوا ، أنا ومانا ، في النيا كشفناه ، في النيا كشفناه ، طيب ، نشوف الناس الشارطة ، لا شارطة ، ندخل في التفاصيل ، سريعة سريعة كده ، و اسمانة ما ١٤٤٥٠٠٪٠٠٠٠٤٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧٠٠٠٫٤ٔ سامي سامي كان تسمع هذا الرحمن سامي لو تسمع هذا الرحمن أحفظه لك وديه لذلك القلب منشاق وديه لك وانت تعرف توصل الى كيف وديه لك أخلع لنا زل الليل العمل المثال هذا الشير ضعيف أخواننا الشير دا لسه مدى مبشاق اللايف اي زول موجود في اللايف دا شير دا كتل الشير اي زول موجود في اللايف دا شير سامي سامي عمر ودي اللايف دا صاحبك بقول له بصلك 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 براك يا بيلو فتشتنوا وبتلقان يا بيلو ان شاء الله شفتنا بنتلحك كده بس ولا نتلحك شعر كامل سريعا سريعا دقيقتين اخواننا ناس الشير اذا لم يجلس في اللايف دا شير عشان تحفظونا اللايف و عشان نقدر نحافظ على اللايف ما ينجغم زي القبل ولينجغموا يعني يحتفوا لهم صفحة عكوا يحدثون انجازاتهم يقولون ان الصفحة الفلانية ما عارف ما هو في الصفحة الفلانية ان رأي جاء هذه كل انجازاتهم وهو عشان قبلوا علينا نحن لكن نحنا جاءتنا بالمرصد لأننا نحن نبقى لنهاموا من الصفحة سوف ندخل في التفاصيل ندخل في التفاصيل سبب الصيجة و سببه يجعله مئة وعشرة هذا الكلام قبل اليوم والله ما فيه ضابط كده عديل ضابط كده عديل والناس دخل الكلية الحربية وتخرج منها وتلقى فيها العلوم العسكرية واهله فرحه و استبشره و وفاده التخريج وأمه ولدي ضابط أخته أخوه ضابط كويس هذا الكلية حربية كلية حربية كلية حربية كلية حربية هذا الكلية الحربية وضابط كده ما لقاش وكده كده مستقيم مرافع ناسه في السماء ينضم للجميع نهاية يا أخي من بداية الأحداث من الأحداث التي كانت الناس كانوا منتجبين كلهم استيجابوا إلا عدد بسيط منه والعدد البسيط يعني يقلب عليه ماذا؟ الدافع القبل من داحية قبلية تعصبوا للقبيلة وباع الوطن وفي النهاية هم الخسرارين ومعدودين بالأصابع ومعدودين مثل لأثمان عمريات وعندك بريش داخل 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 كليها حربية تابع القوات المسلحة السودانية تغليك تنزل بين نفسك وتضرع وتلتحق أو تعلم ان شقاقك وانضمامك لما ما هو انت لو جيت من ناحية عسكرية انت اكتر زول عارف وفاهم وشايف الشغل وماشى كيف وعارف جيشك شغال كيف عارف او لا عارف عارف ما انت زول ضابط بتعرف بتعرف الخلل بتاع الجن جوان وبتعرف الجيش ذا ما يتمكن وممكن ان تصر على الجن جبتين والجيش دا نفسه طويل ديتا عارفه طيب لو انت كان في خير وماشى مستقيم كده وعندك مستقبل في الجيش والله ما بتمرك والله ما بتمرك من الجيش كان جينا مسكنا علوي علوي ذا اصلا كده كده كان ماشى الشارع بزمب التقصير والتهاوم كده كده ماشى الشارع شافة كده وبرضه علوي بيدافع قبلي أي انا لنكون لدي جن جن جهة معنم كبيلة لكن فقط ساقط كده شعب ابنا قبليت من هناي وهم يدلك هناي بس شختها انضم لي مع لدي جن جهة معنم قبيلة او لم اصل ليه قبيلة طيب نجي نمسك عندك دهر يسمع العملات او اسمع العملات او اسمع العملات او اسمع كده كده كما يقولون الناس عبدالرحندل غاشنه وماكلا له رأسه وانت ستخلف وهنا يبعانه والله العظيم السماء قريب يقدر يقود جماعة المأسسين او ملاكة الماليشا دي ما بقدر ولا مسموح لهم وانتوا عارفين وبالنسبة لمكشونه طيب لو مسكنا هذا هو المريح العقيدة انه يقضب وكان تابع لسلاح المهندسين وشابة الناس وما عرف ماهوه وكان عنده مجلس تحقيقه ماله أكل التعينات أكل التعينات زول جغم تعينات يعني كده كده كان مستقبله في القوات المسلحة منتهي طيب نحن نغيب سوفيان نغيب سوفيان برضو عنده مشكلة بتاعات كويس ممنوعات عديل خمساشر ده خمساشر الف سوفيان يعني كده كده مستقبله في شنو في الجيش منتهي عشان كده أنا بقول لك ماهوه زول كده زي ما بقوله كده ملف نظيف كده يمشي بندبج للجنجة أو بينضم للجنجة نجي نمسك عثمان عثمان ده من ناحية أخلاقية منافع أخلاقيا الزولة فاسد أخلاقيا أقسم بالله العظم الزولة فاسد أخلاقيا أخلاقيا وحتى في الفاسد مخالف للفترة فامت تاني بعد كده برق أنا مادة أقول لكي لاي وعشان أخلاقنا الموجودات في اللايف ده أخلاقيا ده اسم بيل طيب الحاج الثاني إتعابين له أساسا مية وعشرة التهروب استلمى البلوك ده عمر فاروق استلمى البلوك ده عمر فاروق استلمى البلوك ده استلمى هك خارج كويس أساسا أنت زول مية وعشرة فاروق خمسة شهور التماري أو ستة شهور التماري أكملت التلاتي اليوم ترفعت بك إشارة أنه موضوع خلاص انتهى صحيت ده غير كده العساكر نفسه العساكر نفسه متامنة كده الطابور الغيادة تراخت عارفين الزولة طابورة الزولة قال الشيء الحصل في العلفون ده قال زولنا مدى التعليمات لمواجهة كاملة إنها تنسحب مواجهة كاملة عندما دمت وجهات قال لي من نسحب خلام النازل شفتها مشتبكين كده لم ينزخائلهم قطعتوا هنا في النهاية قدمت خلام كده ينسحبوا بأرام يفهموا مواجهة كاملة الراكز إيهاب حبابك يا أخي نورتنا وشرفتنا طيب العساكر نفسه مدالين جغاله تصرحوا بذلك قال والله العظيمة الزولة إذا لم يتخذوا إيراء ضده فنحن نباله طيب دخلته شريحة من الموضوع دخلته شريحة من الموضوع دخلته شريحة من الموضوع صيج عملت مية وعشرة صيجته وجرد أنقاذ يعني من العساكر العساكر الأفراد وحيات الله حالفين يبينلك حالفين يبينلك رغم أنه العميد ولكنه حالفين يبينلك تجد مسل لنا فيها بطل وقضية ومؤسسة وعمل لك فيديو 40 دقيقة وعين دقيقة وكما ثلاثين دقيقة أزول مية خمسة دقائق ثم أنا غير مأسوب عليك وأنا دائما أقول لك أقسم بالله العظيم أي زول ودخل لي يسمع ضابط يسمع أسكري أي شفت السوس في الجيش ده أنه عندما يمرك مثل المرقة ويقوم بالفيديو وانا واحد من الناس أفرح لماذا؟ هذا ما خلاص ثم أصبح هدف ظاهر أخير من البيجوع يشتغلون شغل وصخاب من داخل والجيش ده أخير من البيجوع يشتغلون شغل وصخاب من داخل والجيش ده لا أقسم على جماعة ولا أقسم على فصيلة ولا أقسم على سرية ولا أقسم على كتيبة ولا أقسم على متحرك ولا أقسم على الهوم هذا الجيش ده ماشي هذا الجيش ده لو الليلة انسحب ومنه شفت 50 ألف الجيش جاهز ولا أقسم فيه ما يعني؟ وانت كان في الخدمة ذات وما بتفرج معنا خليت تهرب وموضوعك مستحم الحمد لله الذي أرح منك ذاته والعباد والبلاد والشجر والحجر والدهام شوف لك شغل أقضى؟ شوف لك شغل أقضى؟ انت أخلاقية ما نافع انت ذاتك يا أخي سب على القوات المسلحة انت سب على القوات المسلحة وأي زور شفت السوسة كذلك؟ اي يعني انت شفت دهام وقال انا انشقيت وانا اقول الحمد لله هذا النوع كان وشغال من جوه وشغال سوس وانا كانوا مسوسين ولحد الآن فجوزوا منه واسف الهيام الفاسد قبضوا رقيبه ولا برضه من جوه كان بسوس يعني طوابق الناس الخاربين الشغل يرفو احداثيات وانا تفاصيل نوع التسليح والمدفع والسلاح المهمة والقائد والاستخبارات ما قسرت وانا اشتغلت شغل زي الشغل فيا بيل والله غير مأسوف عليك ولو انت في النهاية وانت في النهاية انتهى منتهى هذا مطرد من القوات المسلعة ولا تابع علينا ولا نعرف لا تابع علينا ولا نعرف هذا خلاص كويس اموره جاطط وغير مأسوبة عليك وثانا لو في زوالدار عليم ركساية جيش الله ما بقيب على زورقصم بالله ولا جيش الله ما بقيب حتى على البرهاد ولا على كباش ولا على ياسر عطر ولا على إبراهيم جابر ولا 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 جيشتها مؤسسة ماشا ماشا والله لو انسحوا مليار نفره بعد وقال ليكم بعد ما ما حصل طيب والنسبة للموقع في العمليات وبالنسبة للموقع في العمليات امس نحن انتظار امس في المعموره في امس في المعموره انتظار فيه فريق هذه لوطة الله دقاء يرمى فريق فريق تنقلة نبقى انه صلاح ملقب باب سترة المصدر قال لي انا مشكلة ما في انه كافد عائلة فريجتي مع المشكلة في انه الجغمة ذاته يعني جان شفتها جافلة كده بس جافلة كده في الجماعة اللي قاعدين نلبس كده ابو سترا الجماعة المعادل غيادة دلك ما تمكننا من التعرف على ابو المهم قالوا قيهادان لكن من ضمنه الفريق صلاح ابو سترا زول مهم مهم زول دا شغال السنفار ومدور تلفونات وكلمته مسموعة تمام وترفع انا زي ما قلت لكم هاجينجي اخصم بالله العظيم انا بخلعكم لان انا قاعد جواكم وكاشح عشاكم حسا في زول فيكم متوقع الخبر بتاع المعبورة بتاع الفريق ابو سترا دا يطلع على الاعلام انا ودى المستفادة طلعته وكشحته وبلملي وده الحاجة نضفت رأسه واكدت لي انه البلد دي فيه استيك البلد دي فيه استيك رغم الشيء بيحصل ده البلد دي فيه استيك انهذا دائلين يقول له زول والله العظيم يقول له دائلين يجنز وزولي بقوا قواسع وقسم بالله العظيم يجنز انا اختلت في الجيش السودان هذا نظف رأسه عديلا فكام انه عديلا فكام انه يا اخنا فيه مقدم في الاستخبار الذي يحلف لا يبقى الله قال لي ابراهام علي القصة بالنزل انا استيك دفوق مدورنه شياطين ولا مدورنه ننزل اي حاجة في رأسه فيه اي معلومة الفعلة ما يقول له علم معروف ولو انت شاك انه المعلومة دي ممكن نثبته لك ذات ووروك انت ما عارفه علشان كنا دائما قاعد يقول للمواطنين انت لو انت تجي تلقى خبر شيروا الموضوع للاستخبارات ما في عاجة اسمه شيروا الموضوع للاستخبارات ما في عاجة اسمه معروفة طبعا معروفة بلدي في استيك صحي وذا خلاص تسكرت خروج نهايه ومعاوب عدد ومتهدين نعرف الناس المعاون نجي لي الموضوع في العملياتي عموما نبدأ من الجزيرة الجزيرة المنقوبة الجزيرة المكلومة الجزيرة اتعرضت للاسف الشديد لأبشع هذا ما حدث في تاريخ البشرية يعني استهداف ومنهج بسبب شخص واحد يعني الليل انا محتار في الجنجة يقول لك اننا عندنا قضية ياخذوا الكاب معاكم ومرق منكم علاقة كبار السلم وعلاقة النساء وعلاقة الهنايب نزل الزلد لما نضم لكم هم قالوا نضم لكم كانوا موافقين انه ينضم لكم ينضم لكم سؤال لما انطلع مشاء ينضم ل الجزيرة شعورهم قالوا انا ماشي نضم قالوا خلاص امشي اننا عارفين لك واتولتنا امشي انضم لكم زنبهم شنون نزل هذا سؤال انا داري بزول يجاوب لي بس من الجنجة ودائمين الجنجة ما زنب كويس الاخترافه ناس الجزيرة زنبهم شنون الظلم اللي بعرض الله ناس الجزيرة هذا ماء على الاطلاق ماء يعني انا ذات احترته يا اخي حقد 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 حاجة كده ذات تحييرك يا اخي نازل لا سلم منهم طفل لا سلم منهم كبير سن لا سلمت منهم مره لا 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 وقسم بالله العظيم ولده ممكن عديل كده يروح قدامه يأتي معقولة للدرجة ويأتي هنا واحد يقول له يجب أن نزل معارف تدعو معه يأتي معقولة يأتي متأكد كده تحسس وطنية كده متأكد ان كده من البلد دي متأكد انك من البلد دي اي زال يعمل للدرجة او يشجع الكلام ان الناس تقعد معه اقول يا اخوان انت وصلت بك او انك وصلت بك يعني الوقاح يصلت بك لدرجة ما يحصل في الجزيرة هذا يختفر ما يحدث في الجزيرة وهي حصلت انتهاكات وحصلت لكن العرض له الجزيرة تختلف تماما يختلف زي ما يعرضو لنا السجنين نفسها يعمل منهج ، عديل ، ثم يوجد توجيهات بعدم التصوير ثم يوجد توجيهات بعدم التصوير ، لديهم جدا في بحر خطه ما يقولون بل المواطن ، بمعنى بل المواطن وما يجب علينا معلومه وما يجب علينا معلومه القحاط القحاط كانت شاكيننا البلد ونجيب لكم الوطنية ونجيب لكم الديمقراطية والكيزان فعلوا والكيزان تركوا حسنا الحرية فقط كشفتنا الوجهة الحقيقية للقحاط لو جيد قلت أن هذا سوار ما سوار سوارنا نحن ذلك نحن اطلعنا وقلنا للبشردة أطلع وسجلنا مواقفنا وقاعدة كلهم دلنا كردج والسلغ والسورة سوار الحقيقين دي لكم الآن مع الجيش أي سائر حقيقي وكان حضور في المواقبة الآن قاعد مع الجيش في الدفاعات المتقدمة أما المتسلغين دل ما سوار ما سوار رابعا لمشي عارب وقل لك يا أخو الله العظيم القحاط لا قتلوا القحاط لا نهم القحاط لا اختصوا بعدين نقولوا كذا صح وقسم بالله العظيم مما خطيت لكم في الدنيا وتحالفت شهر بس شهر بس من تحالفكم مع يساوي انتهاكات الكيزان الاستمرت لثلاثين سنة أو تفوقها شهر بس من تحالفكم مع الجيش شهر بس شهر بس شهر بس ساوي ثلاثين سنة مثل الكيزان دل اجرموا في حق المواطنة السودانية يعتبروا جريمة في حق الشعب السودانية يعتبروا جريمة في حق شهر بس شهر واحد يساوي الثلاثين سنة إنه كيزان لا حصل عملوا عمالكم نهاية يعتبروا الكيزان بس بطريقة يمسكوا الناس و يعملوا التفاصيل يدعموا يتحصل الى اتقالات يتحصل الى الكلة لا يتنبقوا لهم بالستادة المواطنة استهداف مباشر وتقول لهم فانت القحات اذا شاهدتها لا يوجد مرتكبها كل عملته نرجع للموضوع العمليات بالنسبة للجزيرة بالنسبة للموضوع تنبول وقلبيت الناس الليلة تتكلم عن تنبول تحرر وانه في شغل تمي انا لدي اربعة او خبز يوم اقول لك يا اخي ما تصور اقول لك يا اخي ما تتناقل الاخبار او تتداول الاخبار اثناء تحرق القوات او اثناء سير المعركة الكلام ده نحن قاعدين نقوله مرار المتكرار لا كان الناس لا فيهم مدنة اخواني اعلان المنطقة ده محررة خلي من الجيش لا يمكن ان الجيش ماجي متحرق من منطقة لمنطقة الخبر ينزل ان يحوى الله العزمة الجيش يسرد المنطقة الفلانية او ان الجيش ماجي على المنطقة الفلانية نعم في شغل ونازل قريبين جدا وتحررت بلدة مسألة وقت فقط ما اكتر اتوقع يتوقع 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 ان يقول الله العظيم تنبول تتحرر بكرة اتحرر بعد بكرة اتفائل تعليمات الجد انه تنبول تتحرر يتم تحريره طيب يلا انت مطلوب منك حاجه واحده ياخذاته ما تنجهه خوصوه تنبول تتحرر خوصوه ان هذي هنالي اتطوروا اثناء سير المعركة ما تتداولو قويس والله انا اتوقع فيه هنا يعني ناصر نزل كلام انا وليس الايب ان اتبسطت منه شديد ناصر كلام صح يأخذ الناس إلى المعركة لا تسأل تقول الحاصل ماذا؟ خليه بعد ما تخلص المهمة يتم إنجازها ترى فيديوهات الجيش من داخل تنبول نبتعز من المرة الفاتت المرة الفاتت فيديو وفيديوين ثلاثة فيديوهات كلها عرفت أنه الجيش داخل تنبول والناس كلها تنبول ياهو حصل الحصل يبقى الناس يشغل أخوانا من سوقات ودي تعليمات تم تعميمة على كل المتحركات في كل محاور أثناء التحرك يمنع منع بادة التصوير أو توضيح المنطقة التي تسير فيها العمليات أو تملك الميديا أو صفحات الدعم للميديا أي معلومة أثناء سهر المعركة هذه توجيهات فالناس يشتغل في الموضوع تتخليها الجزيرة تترجع الآن تتوفي حساباتهم في غورة كثيرة اتحيدت من الجنجة تنازلين في أماكن معينة والأيام الجنجة ستكون في معارك أو تدور معارك شرسة يبقى الناس تصبر لو في منطقة تم تحريرها بالكامل ونحن نجي هنا ونكتب لك ونقول لك يتمرص من الجنجة في الجزيرة الليلة أو حصيلة العربات تم تحييدها في الجزيرة الليلة 12 عربة وقص على ذلك 12 عربة في أماكن متفرعة في الجزيرة عموما في متحركات الآن مهمة استرجاع تمبول في متحركات الآن بتدخل في الغورة مهمة مدنية مدنية برضو مدنية خد في اعتبارك أو خد في حساباتك المدنية قد يتم تحريرها في الأيام الجاهية يعني جزيرة الليلة عموما ستخطط في الحسابات اتفقنا على الموضوع هذا يا أخوات اتفقنا على الموضوع هذا الناس مثلا في حسابات وما تنجح يا أخي النجح إلى ذاته ما عارف شنو ما صح أين عام أحيانا فيه كلام كده بجاجة الجنجة ودعاية عسكرية والكلام دي لكننا ننتصر على النزل بالحقيقة خلهم فيه أوهام من دي هذا كده من شيء طيب برضو فيه صرصر تم تحييده وكذلك برضو فيه عدد من المدافع تم تحييده وعدد من الأسرة تم استلامهم عندك اسمه سنجة سنجة برضو قربت سنجة قربت أنا قلت لك سنجة دي باتت شنو في المضمون مسألة وقت فقط الناس اللي بتسأل عن سنجة وما سنجة مسألة وقت أي زر منتظر سنجة مسألة وقت وبعدين فيه حاجة بتجهلها إذا دائماً أخواننا بتستهتروا بالدعاء الناس تدعي والله العظم الناس ستدعي الناس اللي نكون قصرين قائمين وشقارين في ظروف صعبة ودحر المدن التحرك فيها بحسابات والتغييرات بتحصل بين الدقيقة ويعريم الناس برضو تساعد بالدعاء تدفر الناس اللي بالدعاء إن شاء الله الجزيرة دي بإذن الله بإذن الله ستكون خانية من الجنجة بإذن الله الجنجة سيكون وجودهم فيها صفر بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله طيب نمشي لسنار سنار آمنة مطمئنة حاول سنار يعني عندك السنجة وسنجة كل يوم الخناك بضيق على الجنجة كل يوم أبور ماشا جايطة كل يوم هناك رفعين الاستعداد وشاكل الناس إذن الله بإذن الله ولكنه غير حين مناسبين في الناس ومناسبين للاحظة من سحب ومناسبة نصف للدنجة ومناسبة للنسل ومناسبة في الناس وتعزيزات السنعات كما أن السنجة والزنجة وتختلف يمكن الطيب الشرقية برضو ما شاء الله تبارك الله اليام دي في صح وهو في شغل وفي حركة شرقية شرقية فوق شرقية فوق اليام الفتديك ولا لا قمتز إعلام منهم لكن الآن راضي عندكم في شغل ودايما نقول لكم الحركة في بركة الحركة في بركة شرقية ده الصح ما تحرس تعرس لجنة تعرس لجنة تحرك تلقط طلقت الرزق طلقت كل ما تلقت بتنجز عندكم طلعتين طلعت فيها بي كم طلعت فيها بي 57 سبعة وخمسين جنيا سبعة وخمسين جنيا سبعة وخمسين جنيا لو كنتوا قاعدين في أماكنكم في مواقعكم كان بتحيدهم ما بتحيدهم لشان كان نحن نقول الطلعة لا بد منها الحمد لله ساعمل خادز المتخصصين وكما يجب أن يعملون في كل الظروف يعملون في كل الظروف أتحيي لكم شغالي لحظة للعمل من الدولة إلى الشرقية شغالي متحركين لم يتقصرين شغالين مشتركين جنيا حافرين رانين في الغرب ورانين بهنا نحو الجزيرة بردو مشتركة لها دنين اخواننا اثبتوا وجودهم كفاة عالية تدريب عالي سبات زي السبات تحيي لهم طيب نمشي البحري بحري ما شاء الله طوارق الله فيها شغل والمعركة بتاعت بحري طبيعتها اخواننا الجنجا بقت يعني انا ما اعرف اقول لك النازل يعني امورهم بقت جايطة حتى اي فزع بحاولوا يحرقوا من منطقة لمنطقة ما في ذلك يستجيب وتحصل معارضة وتم التعامل معه يعني النازل يقول انه مشكلة في مسألة الفزع وده حاجة كويسة جدا جدا في صالح القشم ده غير انه يعني العمل الخاصة الايام دي جيهم لقيها صح وده غير برضو الشغل بتاع المسيارات التي امي غالي بناكت المسيارات شغال شغل تقل جدا جدا بالملي بالملي شغال يضغط بهم وامورهم جاطة وبحالة ان شاء الله قررنا بتدعافة فضلت مناطق معينة بس حتى شمبات شمبات الايام دي الجنجة دايقين فيها المر وامورهم فيها جايطة شمبات بقت جهنم للجنجة شمبات الايام دي الجنجة بعانوا فيها والله العظم شغالين يدفنوا بس شغالين يدفنوا بس شغالين يدفنوا بس الايام دي فيه شمبات ما بتثبتوا والله بتنشار منهم و بتتقلع منهم وبحري ترتاح العديد كده الجيش الآن هناك في بحري يمتلك زمان ونبادرة الجيش والبهاجم الجيش يكتفوا بوضعية الدفاع والتراجع وفيه دفاعات كثيرة وفيه دفاعات كثيرة وفيه دفاعات كثيرة كبيرهم يقولوا ما يدونون وفيه دفاعات كثيرة يعتمدوا على لكن تحرق كده أو تسلل لا يوجد من الهدابة تم تحييد اليوم عندك شمبات وده ثابت شمبات فيها ثلاثة هدف تم تحييدهم عندك شعبية أيضا في هدف تم تحييدهم عندك جهة كوبر في هدف تم تحييدهم كافوري 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 أيضا في هدف هدف تم التعامل معهم وللأسف الشديد يعني في كافوري تدفع كمية من المواطنين محتجزين ومحتاج ويساهم ويساهم في أهلهم ويتم تحييدهم ويتم تحييدهم ويساهم ويساهم في أهلهم يسجلون لك فيديو ليسوا لك أو يسجلون لك ويقولك يا أخوال العظيم لو لم تتعامل ولم تتعامل وفي أهلهم ونقعد معها ونقعد معها ونقعد معها ونقعد معها وتبتها في نهاية تلعب لاعب وماذا برضو المسائرات لنقصرها في كافورة عندك بياجة من الخرطوم هذا مقابل جديد هناك كنترول كامل ومحاجم تقوم بحاجة ومحاجم والجنجة في حالة تراجع سباك ماشي اي تحرق لجنينك بتم التعامل معه لو مولموا سيارات بالمتفايل دغير الزحف الزحفين القشم كلهم جهاز جيش علينا شقالين لازينك من سجمين امورهم تمام شقالين ليس مقصرين كله ليام دي غلبية الرصح بيقى في الرميلة مسيارات بغادي مناك شبعانة في الرميلة الرواد برضو تخديع شقال شبت زي تخديعات البصلة بس كده مسيارات متفايلة مسيارات متفايلة جبرت الصحافة الصحافة برضو الليلة أربعة هدف تم التعامل معه في الصحافات عموما الرضاة برضو المدينة الرياضية المدينة الرياضية أفضل فيها عاية تقددت مرة والرضاة برضو جنوب الحزام بغادي مناك جنوب الحزام برضو المسيارات مشقالة طيب بالنسبة لمعركة الرواد والحتاجات هذه لسه ما بدت تقلنا زي شيقالين وبعدين من الإعلام وبعدين من الإعلام وبعدين من الإعلام وجدت وجهات كده أنه التحرك ما طيب زيارات لبعض القادة رفع الروح المعلومة تفقد للأفراد الموجودين هناك وبشرية تييلة جدا جدا والناس شايفين النصر قريبا الموضوع لا يحتاج يعني قطعوا كل المسافات أزالوا كل الارتكاثات الصعبة فضل شغل معين شغل يكون محصور بعدين في الرمالة وفي الحتات يعني الصندوق صندوق ده لو قفت ثاني بعد كده خلاص يتم عملية الربط شغل بتاع وسط الهرطم ده ماشي ونازل قطع عشود كبير جدا جدا يتم الربط ثاني بعد كده تشوف ثاني بعد كده تشوف الرجع الدار يرجع الدار هنا موضوع يكون مختلف ثاني بعد كده تكون في عمليات مكسبة ثاني بعد كده سيكون في شغل بتاع تشطيب فقط ما فضل اي حاجة على هل غزة الجنجة الجنجة في جنب الخرطوم هذا ما حصل هذا شغل دار الكتب شغل زي دار الكتب طيب بنسبة لهم درما جملة العربات التي تم تحييدها في جنب الخرطوم اليوم خمسة عربة خمسة عربة تشوف بسيطة لا بسيطة لا خمسين لا ستين لا سبعين خمسة عربة هذا الفضل عندهم هذا الفضل خمسة عربة لا بسيطة لا بسيطة انشاء الله جيد طيب نبشي قرب مدرمان قرب مدرمان هناك شغل جيد جدا وفي انفتاح حاصل كلام ذلك نرى هناك هناك تحرك لكن نعشم يعني في المزيد من التقدم ودفع بقوات اكبر لكي نقصب الوقت برضو حاصل تخدع بيغادب هناك عندك ناس العامرية اخوان نزول بجيبه اعجابه لك في فيديو عديد قلت تمنوع قال انا من سرف عمرة طيب من سرف عمرة جاي جاي منه مستنفر من سرف عمرة جاي منه مستنفر الناس اجلتهم قبل يومين دل نسر الدقة ولا مزدل يقنين وخمسين ده غير الجرحة الجرحة برضو بالعشرات بالملي واقسم بالله مواطن واحد ما فيها تقول لك قال يخبر الله العظيم ان هزيل دقوا المواطنين والمواطنين كانوا اجتمعين هزل دي كرامة بتاع الجنجة وتم التعامل معها جنجة قال لك يابدنا نسرف عمرة تقول لك ما عارف مواطن مواطن كيف كانوا اجتمعين ما يحايا جنجة سواقه زي السواقه ونحن سبحان الله ادعونا على الطلزة نهاية قال المواطن في الفيديو فقط شاهد الفيديو وقال لك أنا جامل هناك الشاهرين عديل كذا لابسين كتمولات ومشاهرين كل أشياتهم أخوانا اللايف دا شايفوا هنا اي زر موجود في اللايف دا شير دقيقة اي زر موجود في اللايف دا شير عشان تحملنا اللايف دا شير لايك مفسقات اي زر موجود في اللايف دا شير حتى التعليقات اختفت تسلم يا بكر تسلم يا سونة سيدك سيدك يا سينت طيب كدة التعليقات بدأت تيصر يبقى الناس يشير كده التعليقات كلها بدأت تصهر رجع طيب فيه شغل تامي وفيه بل حاصل وفيه تقدم حاصل وإن كان يعني بطيء لكن برضو ظن مطلوب عند قرب الحارات والحياة دي هنا أصلا نلقائي هناك السوق ليبيا أصلا نجد هنا نحن من نفس السوق ليبيا لا نعتبر لك انجاز يا سعدت الزافر نحن نرى الجيش والجهاز في سوق ليبيا هناك هذه القايا دار السلامات بغادب هناك العامرية دي ما أقرب دار السلامات نازل بقول لك سوق ليبيا دار السلام هناك وده تخديع طبعا ده تخديع بدأ الشغل هناك ثاني بعد ذلك سيتم انفتاح والشغل والاكتساح على الأرضي جنوب الليناي لا يوجد حاجة جنوب الخرطو لا يوجد حاجة وهو القصف المدفعي والشغل بتاع المسيرات رجع من جديد نحن نلاحظ في عدد من الهناف استهدافة بالمسيرات هذا الحاصل قرب من الرمان طيب نحن إلى وسط الفرطون أم المعارك المقرن المقرنجة اخذوا هكذا في المدفع مانا حتى الاعداد كان يخطط هذا كلام كلام جزائح حتى الناس العبر يستطيع انهم كفاءة بل لا يوجد نحن الناس المناطق المدربون لترم لك هيئة العمليات ما علم فيه هيئة العمليات اي محور فيه هيئة العمليات هيئة العمليات هيئة العمليات مستحيل دائما تجد الجنجا مصيحية لاحظت الحكاية لذلك المصيح كان حريصاً أن يحل الهيئة هذا الزود اتهد 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 اقلع برهان حلوا الهيئة تمرد هذا لو كان الهيئة قاعدة بتسليحها وبمقاراتها وكل الناس قاعدين موضوعك استحونا كان ذلك يقسم بالله العظيم طلعوك الجبل والله العظيم كان طلعوك الجمع الهيئة او ابو طيرة من شغل زي الشغل ومعاول هذا العمل في اسم شنو في وسطنا الخرطون والإضافة برضو عدد كبير جداً من الناس الجيش وناس التاسعة بيقادم هناك شغل زي الشغل اقسم بالله العدم تنسيق زي التنسيق بلزل بل اكفى الجناصين عبروا بهم مسألة بتاعت جناص بيقادم نهاية حتى المصفحات دخلها بيقادم مصفحات دي قادرة انها تحيد اي جناص تتعامل معك والله وتقعد معك ساعة و ساعتين ترى إلا تبين لك يعني المزل تطلقى نهاية وكانت تشكل اي عايق يتم التعامل معه يتم تجاوز عادي جداً لذلك كمية من المواقع هناك تم التحييدة شغل تامي في وسط الخرطن هذا شغل زي الشغل بعد صباحاً اقاموا ودوروا لك بالله ودائماً الجنجة هم مدافعين والجيش في قادرة قادرة كابس فيهم عمليات نوعية شغل ولا ما شغل جملة العربات المحيدة في وسط الخرطن سبعة عربة عندك شرعة القابة في عربة تم تحييدها عربة واحدة بس شرعة القابة تم تحييدها عندك الاستراتية برضو في عربتان تم تحييدها عربة متحركة أو عربة متعطلة تم التعامل معها هذا الحاصل لا نقول لك عشرة نقول لك مئة ولا نقول لك خمسمية لك خمسمية عربة طيب وبرضو أرزق طلاقة طيب نطلع من هنا نمشي النير الابيض النير الابيض علة النير الابيض في صامت طيب وعلة النير الابيض في الوالي صامت طيب وبقيت القيامة معه فنعمك بخطة المسلحة من الجبل وكما تقول لك فقمت بخطة المسلحة لك وكما ترى فقمت بخطة المسلحة من الجبل وكما ترى فقمت بخطة المسلحة من الجبل ومستهترين ومعتمدين على قواتهم القاعدة لا يمكنهم هاجمهم ومصير على الخندقة ومصير على أنه يقعد في دفاعاتهم في حجة أننا لا يمكننا أن نجغل المعارك الجانبية والمواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات يجربنا بنابس لك منهم واجبك أنك قائد منطقة ماذا يعني؟ ومعك حيدر حيدر على الطرافة قريبا أنه تبعد وقال ليه من أمهر القيادات طيب أمهر الضباط البصيفون كان داء مشرف على العمليات على الدنيا السلام كان داء مشرف على العمليات على الدنيا السلام هو أن العمليات ذاته اللي هو يشرف على والله أكبر انجاز لن بتعجب المويدة فرق الثمانتاشر قالوا والله أكبر انجاز لن هو الشغل بتعجب المويدة بإكتحامهم بغادي أكبر انجاز لن تعمل أنا أتكلم عن العساكر العساكر مغرب على أمرهم كان يقول لك إقالة سامة طيب ميسا صباح ليل فاعل إقالة سامة طيب زلنا مينفع نهاية مينفع يجب أن يتقصد و ترصد الضباطين يعملون برها لا يحصل على تقصم بالله في الدولة يجب أن يعملون شغله يكفي لبعلاس في ارتكازات و يكفي شغله و يقفل شغله في التفاتيش بكرة بعد بكرة تلفون و يتبنى كم ثم يتم تحاسين فقط كم يتقصد يعني لماذا يتقصد لن يتم تحاسين بالله لم تحاسين مجتمع و لم يتحاسين ، لا يتم تحاسين و لم يتحاسين بمالجي و يتم تحاسين كل هذه هي سيارة مجتمع المعارضة يدفع و يمشي معقولة استيتار حاصل عجزة ابنه نايمة نوم و الله يزين نوم يقول لك يا اخوة الله العزيم ما تتكلموا لان الشغل الآن يعتبر تخوين كده خلونا بعد المعركة انتهي وانحنا لو ماشينا بكلامك ده معلم لو ماشينا بكلامك ده البلد دي لحتلقى 18 لحتلقى خمسة لحتلقى هنا هناك ضباطين يدفعون على اقراضه في ضباطين يتكلمون يردمون اعلاميا كده يعرفون الناس كيف يعملون فوقه عندك طالبات في البداية ما كان برضه يعمل شغل مرخي عندما يتردم اعلامين وعساقر يعملون يتكلمون في الصحة دون تطبيل نحن عندنا مواطنين الآن مواطنين يتعرضوا الى انتهاكات يتعرضوا الى الظلم يتعرضوا الى هناك ويقاعد كويس زول ما يتكلمون فرقة كاملة كامل تسليحة ما انت ما جايب خبر انت ما عرفون هناك النازل عندهم اي نوع من السلاح عندهم عدد قدر شنو ومعهم ما يشعروا نحن لو ما عارفون نحن لو ما عارفون نحن لو ما عارفون انه يجدر في ضائعة كاركت تبتورين لذلك نحن لازم نتكلم اقواننا خلوا بيننا وبينهم ما عندك ما عمشة طيب نمشي للفاشر الفاشر ومادراكم الفاشر وقلنا للجنجة والله الما عنده عاشر الما عنده ولد عاشر ما يخاطر اعاو يقصد ناس الفاشر فاشر السلطان طرابورو ساسة ستاشر واحد وعشرين خموستاشر بل زي البل وقسم بالله العظيم مية واحد وسبعيد هجوم مية واحد كلهم فشلوا وتبالوا فيما الجنجة فقدوا اكبر قيادة على رأسهم علي يعقوب قال يا حوالله العظيمان احنا بنطلع في عناقر الريال صيج والصيجة وانا فعت في الناين اي قائد اي قائد هناك ظهر في الفيديو وتبع عاد ناس الفاشر ولا اسمه ساقط كده وانا يتسرب كويس في الميديا انه والله سؤول من المتحرك كده ولا مسؤول من المفزع كده والله قال انا اخش الفاشر بيقطع تسكرة وبختمة كمعان الدقة اللي حصل في الفاشر مختلف مورال بابتهازر معاما والله العظيم مورال بعد المعركة تنتهي نصف ساعة نصف ساعة بعد المعركة تنتهي بعد نصف ساعة يساعة نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة يقول لك نظف جدام نظف جدام نظف جدام ويعتمدوا على كثافة النيران يعتبرون على كثافة النيراد مرال هذا الشغل يختلف الآن اخطابة الجنجة في جروباتهم في نداءاتهم يقولون أننا كلنا أولاد هامش أننا قضيتنا واحدة وما عارف الجيجة كلهم من إسنية واحدة والطلص جيجة في كل القبائل جيجة كلهم في كل القبائل ونازل وعارفون الآن أكبر مهدد للدولة يهومي للجنجة في البداية قلت بهم كام محايدين استفزيتوا استعترتوا بها يعني دائرهم والنازل يتفرجوا لك هو تفرجوا لك بهاينا كلام دي أنا قلت لك إنت كجنجة ما في علاقة بتلمك بالمشتركة عارف لي العدد الأسباب السبب الأول أنازل تدريبهم أفضل من تدريبك والتحمل أفضل من قوات تحمل أنازل المشبعين العسكرية مليانة أنازل عندهم انضباط أنازل سابقوك وعندهم تاريخ غتالي يتزادك لما كنت قادم من وعندما تقاتل وعندما تدريبهم ويتم ذاتك النازل انت ما اشتبكت معه زمانه لما انا نازل كانت تفرجوا بك لأن شغلك كان شغل بتعجيبهم بقيت كابس أهلهم في المعسكرات لويت يدهم كان بموضوع أهلهم لذلك ما اشتبكوا معك ما نظفوا لك رأسك الزمن داك ما نظفوا لك رأسك الزمن داك نازل كان صامدين وقيت ما كنت تتحقق على النص وقيت كنت مع الدولة وهسي وحيط الله نازل شغال بربع قوتهم فقط وشغالهم بيتكتك واحد ودعكس تكوينهم ذاتهم وشغلهم نازل أصلا نشاتهم وتكوينهم شغل هجوم الدفاع الدفاع هذا الآن فرض علم بتوجيهات وبتعليمات عندما تجعلهم يقبسونك وقسم بالله العظيم يطيروك السماء يا أخي تخيل يا أخي واحد يا أخي 171 هجوم ما تحقق فوق انتصار واحد وريني انتصار واحد انتصار واحد انتصارته في الفاشر دي او معركة كده انتصارت فيه على الساسة وعلى التربور انتصاره على الناس الاول مستنفرنديل القوى الشعبية وريني معركة واحد وريني معركة واحد انتصارت فيه على النازل ما عندك حتى المعركة تمدوا العام القومة وقاعد فيها قال يا أخي قال عم منك تزعى والثمانين العربية تزعى والثمانين العربية مقاتلة قال عم منك زخيرة زي الزخيرة وقال عم منك سلح زي السلح ما عندك تعملت لك ثلاثة تمثيليات حتى في وادي انبار وفي حتات دي برضو بقال لنك النازل ما عندك ايه يعني انت الليلة ما قادر تغطي انت ما قادر تحافظ تعرف النازل حتى على مشاهد فجنينة نازل لو دارنا صلوك في الدعام بصلوك لو دارنا صلوك في نيالة بصلوك نازل كل ثلاثة أربع يوم نازل بتجي داخل امدادات التعزيزات من خارج السوداء ناسمه البر بجو نازل خلال الساعة بانضمولهم ستين سبعين نزل 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 ايه ايه امدادات التعزيزة انت احسنت انت امدادات التعزيزة امدادات التعزيزة انت 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 وإن امدادات التعزيزة حتى انت هلا امدادات التعزيزة نعمة ترمينه مختصرة نعمة نعمة ترمينه نعمة ترمين بيخة ترمينه لديك الأميس تطلع الأول و تطلع الثاني سبع عربة أو تنكر ثاني ستة عربة كلها عربات غتالية والداخل المدفعية شغل زي الشغل موضوع الفاشر منتهي نازلوا أمورهم جاتب في الفاشر كل من يقدروا يعملوا موضوع المدفعية موضوع المدفعية لذلك لا يوجد المدفعية لذلك اخواننا نقيف و إذا نلتقي بإذن الله و الناس التنقب في مناطق ستتملص من الجنجة في مناطق ان شاء الله ستتملص من الجنجة رشح و عندك سنجة و عندك تنبول و عندك هذه المناطق ستتملص بس في القريبة العاية بإذن الله الناس تتفاعل بس و إذا ما شير يشير و السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بركاته اشتركوا في القناة